موضوع ديال أنا أعتقد بأن الوزارة ديال التعليم عملت دارت واحد الكومينيكي وهذاك الكومينيكي كان واضح ولكن السؤال اللي بغيت نطرحه سي محمد واش حينما قامت الوزارة ديال التربية الوطنية بهذا التعيين هل خرقت القانون يلتعين في المناصب العليا هذا هو السؤال اللي بغيت نطرحه هل خرقت القانون أنا لا أعتقد بأنها خرقت القانون لأن المباراة ديست بشترجع القانون المنظم للوظيفة العمومية يتم تنظيم المباراة لا منصة من المباراة لا بد أن تنظم المباراة حينما تنظم هذه المباراة تيجي واحد المجموعة للناس التي تقدمه طبعا هناك الجناء هذه الجناء يؤهد إليها بدراسة هذه الطلبات وانتقاء ملفات المستوفية للشروط بعد ذلك تبدأ المرحلة المقابلات وفي المقابلات هذه الجناء يستقر لديها رأيه إلا شفت وترتب هؤلاء المتبارون حسب النتائج لكن في بعض الأحيان حينما يدين متنظيم هذه المباراة يجيبت الله هذا القانون الذي يلتعين في المناصب العليا الذي هو قانون طمت المصادقة عليه في الولاية ما قبل الماضي لا يقال بأن هذا القانون جبت هذه الحكومة هذه الحكومة تعدله في شقيه فقط المرتبط بإضافة مؤسسات عمومية مني كدرش مؤسسة عمومية مثلا ذاك الصندوق دي المحمد السادس هذه الحكومة زادت في المجال الخاص بالمجال الاستراتيجي الذي يعين فيه جلالة المالك عبر مجلسين وزاري هذا هو التغيير الذي عملت هذه الحكومة فبالتالي الإمكانية دي المنين لا يكون هذا يمكن للحكومة أن تعين الشخص الذي طرى بأنه جدير بأن يتحمل هذه المسؤولية